اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي المشرفني وأرحب الأستاذ هاني أبو الفتوح الخبير المالي والمصرفي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الإحتيال الإلكتروني ألو حضرتك فلاني الفلاني إحنا عايزين نعمل تحديث بيانات لك إحنا من البنك أدينا رقم البطاقة أدينا الحساب أدينا الدينة وللأسف الشديد هناك البعض اللي بيقع في هذا الفخ بداية هل بالفعل جرائم الإحتيال الإلكتروني بتعد الآن من الجرائم المنتشرة في أي مجتمع من المجتمعات؟ هو في المجتمعات كتير جدا يعني حتى الدول اللي هي المتقدمة جرائم الإحتيال المالي والإلكتروني أصبحت منتشرة ويمكن زادت أكتر في ظل ظروف كورونا وإن المؤسسات المالية بما فيها البنوك حطت من ضمن الإجراءات الاحترازية اللي هي تقليل التباعد الاجتماعي اللي هو تقليل زيارة احتياج لزيارة العملاء لفروع البنك فشجعت العملاء أنهم يتعاملوا عن طريق القنوات الإلكترونية بمختلف أشكالها وأدي حضرتك على سبيل المفال في أمريكا في أكتر من 2 مليون ومئة ألف حالة احتيال إلكتروني في العام 2020 تم رصدها فطبعا يعني لو إحنا هنقيس ما تم في أمريكا إلى مجتمع زي مجتمعنا إحنا الحالات لا تذكر على الإطلاق ولا يجب يعني المبالغ فيه يعني مجرد اتباع يعني إرشادات بسيطة جدا ده هيحمي المتعملين مع البنوك والمؤسسات المالية منهم يكونوا ضحية لمثل هذه الاحتيالات اللي هي بتحول في النهاية أنها بتحصل على بيانات العميل أو البيانات الخاصة ببطاقات الدفع بطريقة احتيالية زي ما ذكرت يا حضرتك بيدعاء أنهما موظفي من شركات اتصال أو أنه فيه جائزة أو لتحديث البيانات لأول المتعميل وغيرها من الحال الكتير اللي هي بيقدم الأول دافع وأنه شيء بيكون هو ترغيب شوية أنه هو بإيه ده فيه جائزة ده فيها حد تفوزت معنا بمنذن هتخش لوتري مثلا من كذا هتفوز ممكن بتيجي كمان عن طريق البريد الإلكتروني بشتالي فونات بس ممكن طريق الواتساب الرسائل النصية فليها طرق كتير جدا ويمكن زي ما حضرتك يعني يا ذكرتي أشهر الطرق اللي بيتم هي التصيد الاحتيالي اللي هو فشنج أو البويس فشنج التصيد الاحتيالي اللي هي محاولة الإيقاع بضحية من خلال يهمهم أنهما من مصدر بيتصلوا من مصدر عن رسالة رسالة إبريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية أو واتساب إنها صادرة من مصدر موثوق زي البنك اللي أنت بتتعاملي معه أو شركة الاتصال بيبدأي أنه مندوب من البنك بيحذف البيانات وكل همه في النهاية أنه بعد ما يعطي الإيحاء وبدأي إيحاء أنه من البنك أو من شركة التصالات أو غيرها أنه بيحصل على البيانات الشخصية وبيانات الحساب أو بيانات بطاقة الاقتمان وبيتبع التكنيك اللي هو في التصايد الاحتيالي بيتبع السوشال انجينيرينج أو الهندسة الاجتماعية اللي هي بتقود الضحية أنه يمشي فيه طريق واحد بطريقة منظمة بتقوده من خطوة ينزلق فيها إلى خطوة أخرى حتى يحصل على البيانات ترجمة نانسي قنقر